السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم عنوان تحادكم يوم ان شاء الله سنقدمه التحلية رائعة جدا شكلا ومضاقا ومكونات بسيطة بزاف سنبدو اول حاجة بالجنواز سنحتاج الملعقة كبار من الدقيق الابيض ملعقة صغيرة غير مملؤة من خميرة الحلوى سنحتاج ايضا ملعقة كبيرة من السكر سنحتاج البيض سنحتاج القليل من العصير الحامض سنحتاج البيض سنحتاج البيض سنحتاجه بالطراب الكهربائي حتى يخرج وتبدل اللون ثم نضيف كمية السكر سنحتاج البيض ثم نضيف باقي المكونات ونضيف الدقيقة بالتدريج سنحتاج الصينية الفرن سنضع فيها الكيك ونبسطها ثم ندخلها للفرن اللي سخنته مسبقا سنحتاج الى فقط من التحت نار اللي تكون مهيلة سنحتاجها مدة ربع ساعة ويكون الكيك البيض سنحتاج البيض سنحتاج البيض وقالين من الباربة ونحتاج البيض سنحتاج البيض سنضيف المكونات في كأس الخلط نضيف المكونات جيدا ومن بعد سنضيف اناء اللي سنطيب فيها الكريمة هادي. غادي نحط على نار متوسطة مع استمرار في التحريك حتى تشكل ليا الكريمة ديالي. عايزي ناخدها غادي نفرغها في واحد الاناء غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي. بالنسبة للبلاستيك الغذائي يكون مباشرة قيس لنا الكريمة باش متشكش لنا اه فيها واحد القشرة. وغادي ندخلوها للتلاجة حتى تبرد. بعد ما ديست خمستاشر دقيقة اخذينا الجنواز خرجناه من الفرن حتى فضنا به حتى برد وقطعناه على هاتشكل هادا. الكريمة ديالي ايضا بعد ما بردت خرجتها من تلاجة. غادي نخدمها فقط بالطراب اليدوي حتى نحصل على شكل آآ كريمي وغادي نمر باش نوجد التحليا ديالي. غادي ناخد واحد طبق التقديم غادي نوضع في قطعتين من الجنواز. غادي نضيف لهم طبقة من الكريمة. بنسبة الكريمة نحاولو ان انا اه نصرحوها ومنقيسوش الجوانب. باش فاش نزيدو الطبقات الاخرين ديال الجنواز والكريمة ما تسيحش. غادي نكمل بهذه الطريقة غادي نضيف طبقة ديال الجنواز طبقة ديال الكريمة وطبقة اخيرة ديال الجنواز. كل حبة اخدت لي الثلاثة ديال طبقات ديال الجنواز والجوش طبقات ديال الكريمة. بنسبة لمقادر اللي خدمنا اعطوني خمسة ديال الحبات ديال هاد اه التحليا عادي. هنا فقط خدمت معاكم جوجات. اذا هنا ساليت تشكيل ديال التحليا ديال الان غادي نمرو المرحلة التزيين. التزيين تيبقى اختياري انا رشيتهم فقط بسكر غلاسي وزيينت كل واحدة فيهم بجوج حبات من الفراولة وايضا زيين طبق التقديم بجوج حبات من الفراولة. وهذا هو الشكل نهائي ديال التحليا ديالي تجيب شكل راقي ورائع. تنتمنى انكم تجربوها وكنتمنى انكم تدعموني باللايكات وبالاشتراك في القناة والى اللقاء في فيديو القادم ان شاء الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة